الباحث في أشياء السياسية زياد العرار ينظم إلينا مباشرة من بغداد بداية أهلا ومرحبا بك سيد العرار إذن الصدر أعلن أنه تم تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة ومقاطعة كتلته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كيف ترى هذه الخطوة المفاجئة؟ هل هو قرار أم تكتيك؟ مساء الخير لحضرتك والمتابعين الكرام هو إجراء سياسي يبدو أن الضغوط الخارجية قد مورست بشكل كبير على شركاء السيد الصدر وبالعودة إلى أساس رغبة التيار الصدري بتشكيل الحكومة الجديدة كان خياره بين أمرين إما أن يذهب إلى حكومة أغلبية وطنية سياسية أو يذهب إلى خيار المقاطعة والتيار الصدري وعلى لسان زعيمة سيد مقاطعة الصدر قال أنه سيذهب إلى المعارضة إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية تختلف عن الحكومات السابقة طبعا شركاء بالموقف ممتضامنين ونفس الرؤية ديهم الحزب الديمقراطي تحالف السيادة بمكونيه فيبدو أن الأمور قد وصلت إلى أن هناك رؤية لدى التيار الصدري بأنه يجب أن يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليس مقاطعة العملية بشكل كامل ليرى الأمور أين تذهب أين سيكون موقف الشركاء والحديث هنا بشكل واضح وصريح من قراءته للموقف هو الديمقراط الكردستاني هل سيغير مرشحه؟ هل سيتفق مع الاتحاد الكردستاني للاتفاق على اسم مرشح؟ هذه فيها إشكالية طبعا لأن تعرف حضرتك والمتابعين الكرام مشروع الإصلاح هو الذي تبناه التيار الصدري فعندما يتم ترشيح شخصية يكون عليها على الأقل لحد هذه اللحظة لقط وكلام بأن هناك عمليات فساد أو عمليات لا يوجد شيء رسمي لأن كل المرشحين تم قبولهم مفق الأطور والإجراءات الدستورية لكن هناك ممارسة ضغوط من أطراف خارجية وداخلية وخلي نرجع على تقريدة السيد الصدر قال توقفوا عن محاربة واستهداف شركانه توقفوا عن أشياء أخرى أنا أعتقد أنها خطوة تكتيكية سياسية لكي يحدد التيار الصدري ولا ينخرط بعملية توافقية كالتي كانت تحصل في السابق ما زال الخيار بيده لاستكمال عملية تجراءات الحكومة بإطار وطني بأغلبية وطنية وما دام الخيار بيده ليذهب إلى المعارضة هو لا يريد أن يزعزع الثقة مع الجمهور ولا يتخلى عن مبدئه في عملية الإصلاح طيب لكن منطلاقا من هذه الرؤية والنقاط التي أشرت إليها الكورد أعلنوا بأنهم تفاجأوا بقرار الصدر وأكدوا عدم إبلاغهم بهذا القرار برأيك هل نحن أمام تفكك لهذا التحالف الثلاثي كما تروج له بعض الأطراف المقربة من قوى الإطار هل هناك مؤشرات لتفكك هذا الإطار أو تحالف لا أتوقع أن يصل إلى مرحلة التفكك لكن يجب أن تكون هناك مراجعة للمواقف واتفاق على الرؤية لأن لم يكن التيار الصدري مبهم الرؤية وأعطى شيء ظلامي أو شيء بين بين لا كان واضح حكومة أغلبية سياسية وطنية بمنهاج الإصلاح الإصلاح لا يتقبل أن يكون هناك طرف أو لا يقبل أن يكون هناك نقطة فيها يعني ممكن أن ينتقد منها الآخرين هذه النقطة أو تلك وبالتالي توقع أن تكون هناك مشاورات ما بين كل القوى السياسية بشكل عام قبل الجلسة وأن تكون هناك مشاورات ما بين الكرديين الديمقراطي والاتحاد وأن تحصل مشاورات وقد يصل المشاورات إلى لقاء سريع قد يكون ما بين التحالف والسيادة ما بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي لأن الوقت أصبح محرج يعني لا أعتقد بأن هناك من يقبل بأن ندخل في فراغ دستوري يعني يوم الثمانية لازم يكون عندنا رئيس جمهورية جديد إذا لم يحصل سيبقى رئيس الجمهورية الحالي وسيبقى رئيس الوزراء بصلاحياتهم الكاملة طبعا حتى ليس بهذه قضية ما لتصريف الأعمال نسمع كلام كثير لكن هذا دستور واضح لكن بقاءهم هي مخالفة دستورية فنتوقع أن يكون هناك إجراء سريع أو حل لهذه الأمور وفي كل الأحوال لا ننسى أن التيار الصدري قد يذهب إلى المعارضة في أي لحظة إذا لم يجد ما كان يعلنه ويبحث عنه وقد يستمر مع التحالف الموجود لتشكيل الحكومة طيب أيضا سياسيون يعني أكدوا ليو تي في بأن ما قبل قرار المحكمة الاتحادية ليس ما يعني مثل ما بعد هذا القرار يعني هناك ثلث معطل يهدد نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هنا السؤال يعني كيف سيتعامل معه هذا التحالف الثلاثي مع هذا الثلث المعطل يعني أنا أتفق ما بعد قرار المحكمة الاتحادية الأمور اختلفت توضيح وتفسير ووضع النقاط على الحروف هذه ملزمة لكل أطراف السياسية تيار صدري الإطار السيادة كل القوى السياسية ملزمة لأنه قرار المحكمة الاتحادية والجميل في الشيء دائما أقوله أنه جميع القوى ملتزمة بالقرار القضاء من المحكمة الاتحادية وهذا يعني أن هناك رؤية لاستقبال الديمقراطية لكن تعرف حضرتك الكل تحاول أن تبقى في المشهد وتبقى في القوة والحكومة وغير ذلك هذه مصالح ومغانيهم اعتارت عليها هذه القوى السياسية منذ حوالي عشرين سنة وبالتالي ستفرط بها بسهولة لكن المرحلة الجديدة إذا ما عاد الاتفاق على نفس المضامين التي طرحها التيار الصدري مع شركاء بحكومة أغلبية وطنية سياسية حتى وإن كانت فيها بعد توافق يعني أكثر من المتعرف عليه قد تدخل أطراف أخرى لهذا التحالف فإن التيار الصدري يستطيع أن يمرر وشركاء الجلسة وبنصاب كامل ويحسمهم رئاسة الجمهورية لكن إذا بقى هذا التوقف والمقاطعة من التيار الصدري فأعتقد أن الجلسة أصلا لن تكون موجودة نعم الباحث في أشياء السياسي زياد العرار شكرا جزيلا لانضمامك إلينا كنت معنا من بغداء عدة ترجمة نانسي قنقر